بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير وننبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرون الذين اذا اصابتهم صيبة قالوا انا من الله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والئك هم المهتدون اخبرنا تعالى انه يبتلي عباده ان يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى ولنبلون لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم فتارة بالسراء وتارة بالدراء من خوف وجوع كما قال تعالى فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فان الجائع والخائفة كل منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع اي بقليل من ذلك ونقص من الاموال اي ذهاب بعضها والانفس كموت الاصحاب والاقارب والاحباب والثمرات اي لا تغن الحدائق والمزارع كعادتها قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة وكل هذا وكل هذا وامثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر اثابه ومن قنط احل به اعقابه ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين وقد حكى بعض المفسرين ان المراد من الخوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان وبنقص الاموال الزكاة والانفس الامراض والثمرات الاولاد وفي هذا نظر والله اعلم ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اي تسلوا بقولهم هذا عما اصابهم وعلموا انهم من كل الله يتصره في عبيده بما يشاء وعلموا انه لا يضيع لديه مثقال ضرة يوم القيامة فاحدث لهم ذلك اعترافهم بانهم عبيدك وانهم اليه راجعون في الدار الاخرة ولهذا اخبر تعالى عما اعطاهم على ذلك فقال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اي سماء من الله عليهم قال سعيد ابن جبير اي امنة من العذاب والأولئك والأولئك هم المهتدون قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة والأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا للعدلان والأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة وهي ما تودع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء اعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول انا لله وانا اليه راجعون عند المصائب احاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليس يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله حدثنا اسامة بن الهاد عن عمر بن ابي عمر وعن المترب عن ام سلمة قالت اتاني ابو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سرعت به قال لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل ذلك به قالت ام سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي ابو سلمة استرجعت وقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ثم رجعت الى نفسي فقلت من اين لي خير من ابي سلمة فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادبه اهابا لي فغسلت يدي من القر واذنت له فوضعت له وسادة ادم حشو هاليف فقعد عليها فخطبني الى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ان لا يكون بك الرغبة ولكن امرأة في غيرة شديدة فاخاف ان ترى مني شيئا يعذب الله به وانا امرأة قد دخلت في السن وانا ذات عيال فقال اما ذكرت من الغيرة فسوف يذلبها الله عز وجل عنك واما ما ذكرت من السن فقد اصاب لي مقد الذي اصاب ك واما ما ذكرت من العيان فانما عيانك عياني قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ام سلمة بع ابدل الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجهني في مصيبتي واخلف ني خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصابه مصيبة فيفكرها وإن طال عهدها وقال عباد قدن عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها وقد رواه إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام ابن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن إسحاق السليحين حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال تفنتبنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشر قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عوزب عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبطت ولد عبدي قبطت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابن له بيتا في الجنة وصموه بيت الحمد ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نص عن ابن المبارك به وقال حسن الغريب واسم أبي سنان عيسى ابن سنان إن الصفى والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قالت أرأيت قول الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفى والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفى والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة ثم قد سم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يبع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر جاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف من بيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفى والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله قال أبو بكر ابن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أمسا عن الصفى والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر جاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفى والمروة من شعائر الله وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال كانت الشياطين تفرق بين الصفى والمروة الليل كله وكانت بينهما آلها فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعبي كان إساف على الصفى وكانت نائلة على المروة وكانوا يستمنونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعبي كان إساف على الصفى وكانت نائلة على المروة وكانوا يستمنونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية قلت ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزميا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهم الناس فلما طال عهدهما عددا ثم حولا إلى الصفى والمروة فنصدا هنالك فكان من طاف بالصفى والمروة يستمنهما ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة وحيث يريخ الأشعرون لكابهم لنفذ السيون من إساف ونائلة وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه من بيه عاد إلى الرقم فاستلمه ثم خرج من باب الصفى وهو يقول إن الصفى والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي أبي البحراء قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفى والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى رقبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن واصل المولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفى والمروة ركم في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك وقيل إنه واجب وليس برق فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة وقيل بالمستحب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيدي وروا عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم فكل ما فعله فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج لدليل والله أعلم وقد تقدم قوله عليه السلام إسعوا فإن الله كتب عليكم السعر فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفى والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفى والمروة في طلب النائل ولدها لما نفد ماءهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغلث من الله عز وجل فلم تزلت تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفى والمروة متذنلة خائفة نجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزما التي ماءها طعام طعب وشفاء سق فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن ينتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسباب والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام وقوله فمن تطوع خيرا قيل زاب في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات حكى ذلك الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم وقوله فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظن مثقال ضره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدوه أجرا عظيما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بنجام من نار والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعن من الله ويلعن من لاعين يعني دواب الأرض ورواه بن ماجة عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به وقال عطاء ابن أبي رباح كل دابة والجن والإنس وقال مجاهد إذا أجدبك الأرض قال البهائل هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم وقال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتاده ويلعنه من لاعينون يعني تلعنه من الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعينون أيضا وهم كل فصيح وأعجلي إلا بنسان المقال أو الحال أن لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمون فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من نقل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي في النعنة التابعة لهم إلى يوم الخيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك قال أبو العالية وقتابه إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون فصل لا خلاف في جوازي نعم الكثار وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأما لا ندري بما يختم الله له واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال الطائفة الأخرى بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكرانا فيحده فقال رجل نعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديد له بل هو الله الواحد أحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين بسمين في أول الفاتحة وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيل بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لا أعلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وذرأ من المخلوقات الدامة على وحدانيته فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى بهم أرض بعد منقها ونث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهابها وعمرانها وما فيها من المناث واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتارة يطول هذا ويقصو هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أن يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلك التي تجد في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب بما عايش الناس والانتفاء بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله لسقها ويعلم مستقرها ومستودعها كما في كتاب مبين وتصفف الرياح أي فطارة تأتي بالرحمة وطارة تأتي بالعذاب طارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وطارة تسوقه وطارة تجمعه وطارة تصرفه ثم طارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وطارة تأتي من ناحية اليمن وطارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وطارة دبورة وهي غربية تنفذ من ناحية دبور الكعبة وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواع كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها وبص أبست ذلك يقولها هنا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقنون أي في هذه الأشياء دلالات مبينة على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأنباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو سعيد بشتكي حدثنا أبي عن أبيل عن أشعث ابن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال أتت قريش المحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفى ذهبا فنشتري به الخير والسلاح فنؤمي بك ونقاتل معك قال أوثقوا لي لإن دعوت ربي فجعل لكم الصفى ذهبا لتؤمن أوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل فقال إن ربك قد أعطاه الصفى ذهبا إنهم إن لم يؤمي بك عذبهم عذابا لن يعذبه أحدا من العالمين قال محمد صلى الله عليه وسلم ربي لا بل دعنوا وقوموا فلأدعهم يوما بيوم فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفت التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي النظيرة به وزاد في آخره وكيف يسألونك الصفى وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفى وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أبي حديثة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال كفار قريش بمكة كيف يسعي الناس إله واحد فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء وقال وقيع بن جراح حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الدحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله يعقلون ورواه آدم ابن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد بن مصروق والدسفيان عن أبي الدحى به ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشب حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أنثالا ومضراءا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا مد له ولا شريك معه وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله مدّا وهو خلقك وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمامن عرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاين العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفضيع منكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عن ما هم فيه من الظلال ثم أخبر عن كفرهم بأوسانهم وتبرل المتبوعين من التابعين فقال استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يجعلون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولدنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنين والجن أيضا تتبرأ منهم ويتمصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم اتيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضبا وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثار مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القولة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفوا هم يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتمي فلا تنومون ونوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحين وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصيفة قال عطاء عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المود وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا لنا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك وبهذا قال كذلك يريد لله أعمالهم حصرات عليهم أي تذهب وتضمح كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عنه من عمل فجعلناه هداء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصر الآية وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء الآية ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النعر يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه فذكر في مقام الانتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا منا في الأرض في حال كله حلالا من الله طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار غير ضار من أبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسارقه فيما أظل أتباعه فيه من تحليم البحاء والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينة لهم في جاهليتهم كما في حديث عياض ابن حماد الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري حدثنا الحسين بن عبد الرحمن لاحتياط حدثنا أبو عبد الله الجوزجان رفيق إبراهيم بن أبهم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال فليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد النبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به وقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يبعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونيهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال وقال قتاده والسد في قوله ولا تتبع خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان وقال إكينة هي نزارات الشيطان وقال مجاهد خطأه أو قال خطاياه وقال أبو مجلز هي النذور في المعاصي وقال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بدبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان وقال أبو الدحى عن مسروق أتى عبد الله ابن مسعود بدرع وملح فجعل يأكل فاعتزر رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم فقال لا أريد فقال أصائم أنت قال لا قال فمي شأنك قال حرمت أن آكل درعا أبدا فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فأطعم وكفر عن يمينك رواه ابن أبي حاتم وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال غضبت يوما على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل من ميوك لها حر إن لم تطلق امرأتك فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي المئذ أفقه امرأة في المدينة وأتيت عاصم وابن عمر فقال مثل ذلك وقال عبد ابن حميد حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكينة عن ابن عباس قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين وقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلض منها الفاحشة كالزنا ونحوه وأغلض من ذلك وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بماذا يسمع إلا دعاء ونداء صل بقل عمي فهم لا يعقلون يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهد قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفين أي وجدنا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداد قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي ليس لهم فهم ولا هداية وروا ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا فأنزل الله هذه الآية ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فقال ومثل الذين كفروا أي فيناهم فيه من الغي والضلال والجهد كالدواب بالسارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها رائيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهم بل إنما تسمع صوته فقط هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وإكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسان والربيع بن أنس نحو هذا وقيل إنما هذا مثل درب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا اختاره ابن جرير والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها وقوله سم بكم عم أي سم عن سماع الحق بكم لا يتفوهون به عم عن رؤية طريقه ومصدقه فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سم وبقم في الظلمات من يشأ الله يبليه ومن يشأ يجعله على صرات مستقيم يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودنا ورحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمنكر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدة والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك يرواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ولما انتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتفا فيها من غير تذكية وسواء كانت من خمقة أو موقوذة أو متردية أو مطيحة أو عدا عليها السبع وقد خصف الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام على ما سيأتي إن شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند بالموطئ والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماءه هو الطهور ماءه الحل ميتته وروى الشافعي وأحمد والبناجة والدار قطني حديث عمر مرفوعة أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والتحال وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة مسألة ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره وغيره لأنه بسء منها وقال ما لكم في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن النجوس فقال القرطبي في التفسير هاهنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من النائع وقد رل ابن ماجة من حديث سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سمان رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حت فأنفه ويدخل شحمه في حق لحمه إما تغنيبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأيه وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنباد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للاعبها فنحرت فيه جزورة فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجل لأعيابهم فيهدول منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكل منه وكل من أشجارهم ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير ذهن ولا عدوان وهو مجاوزة حد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا من أئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا رؤي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حبان غير باغ يعني غير مستحب وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته وقال آدم بن أبي إياس حدثنا دمرته عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخ ولا يأكم إلا العلقة ويحمل معه ما يبنغه الحلال فإذا بلغه ألقاه وهو قوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال وعن ابن عباس لا يشبع منها وفصره السدي بالعدوان وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله وقال قتابه فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن الضرم أي أكره على ذلك بغير اختياره مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعاما غير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعاما غير بغير خلاف كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا فيه قولان هما روايتان عن مالك ثم أورد من سنن ابن ناجة من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية سمعت عباد بن شرحير العنزي قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربا وأخذ ثلبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره فرب إليه ثوبة وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبلة فلا شيء عليه الحديث وقال مقاتر ابن حيان في قوله فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من الطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبو الدحى عن مصروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزان في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإثبار والمريض ونحو ذلك من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير شورة البقرة لبن كثير من قيمه تعالى إن الذين يقتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترين به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أمين أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاخ بعيد يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة فكتموا ذلك بأن لا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إدقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهي نظر يسير فباءوا أنفسهم بذلك واعتادوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بناجاء عن الله بذلك النظر اليسير فحابوا وخسروا في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائر القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعون وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتلون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتناء الحق نارا تأجج في بطوله اليوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطوله نارا وسيصلون سعيرا وفي الحديث الصحيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي يأكل أو يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطوله نار جهنم وقال ولا يكلمون الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك لأنه تعالى غضان عليهم لأنهم كتنوا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أن يثني عليهم وينبخهم بل يعذبهم عذابا أليما وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه ها هنا حديثا أعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه لله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر ثم قال تعالى محضرا عنهم إليك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتادوا عن الهدى وهو نشر ما في كتبه من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتبائه وتصديقه استبدلوا عن ذلك واعتادوا عن الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة أي اعتادوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة وقوله تعالى فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والمكان والأغنال عياذا بالله من ذلك وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوة فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه يكذبوه وهذا الرسول الخاتب يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف يمهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله منزلت على رسله فلهذا استحقوا العذاب والمكان ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب وفي شقاق بعيد ليس البر أن تلوذوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والدراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اجتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عمينة وعقيدة مستقيمة كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد بن هشام الحلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمان فتلا عليه ليس البر أن تولي وجهكم إلى آخر الآية قال ثم سأله أيضا فتلاها عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك وهذا من قطع فإن مجاهدا لن يدرك أبا ذر فإنه مات قديما وقال المسعود حدثنا القاسم ابن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى أبي ذر فقال من إيمان فقرأ عليه هذه الآية ليس البر أن تولي وجهكم حتى فرغ منها فقال الرجل ليس عن البر سألتك فقال أبو ذر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده أن يؤمن إذا عمل حسنة صرته ورجى ثوابها وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها رواه ابن مردوي وهذا أيضا من قطع والله أعلم وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجب إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيث ما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامد وليس في نزول التوجه إلى جهة من المشرف أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ولهذا قال ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية كما قال في الأضاحي والهدايا من ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونجلت الفرائض والحدود فأمر الله بالفرائض والعمل بها وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك وقال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المهرب وكانت النصارى تقبل قبل المشرق فقال الله تعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل وروي عن الحسن والربيع ابن أنس نفبر وقال مجاهد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل وقال الضحاك ولكن البر والتقوى أن تؤدي الفرائض على وجوهها وقال الثوري ولكن البر من آمن بالله قال هذه أنواع البر كلها وصدق رحمه الله فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسل والكتاب وهو اسم جينس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيم على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وقوله وآت المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راهب فيه نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوع أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيب عن مرة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمن العيش وتخشى الفقر ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قل وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيب عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح والله أعلم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نتعلكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى لن تنانوا بر حتى تنفقوا مما تحبون وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نمط آخر أرفعوا هذا وهو أنهم آفروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعبوا ما هم محبون له وقولوا ذوي القربة وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطى من الصدقة كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصدة فهم أولى الناس ذكى وبدر ذكى وإعطائك وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز واليتامة هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهل ضعفاء صغار دون البنوغ والقدرة على التكسب وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن نزال بن صدرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكم بعد حلم والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فاعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرت والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ظن يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه وابن السبيل وهو المسافر المشتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويدخل في ذلك الضيف كما قال عليه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبن جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاق والزهري والربيع ابن عنس ومقاتل ابن حيان والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرص رواه أبو داود وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصنار في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أغي حدثنا يحيى ابن عبد الحميد حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة قالت فتلى عليه وآت المال على حبه ورواه ابن مرضويه من حديث آدم ابن أبي إياس ويحيى ابن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة علي الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاب وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون للأعور وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها برقوعها وسجودها وطمأنتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي وقوله وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة الماء نفس وتخليصها من الأخلاق الدميئة الرذيلة كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقول يوسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وقوله تعالى ووين من مشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويقول المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والسلة ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة والله أعلم وقوله والنوفون بعهدهم إذا عاهدوا كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المنفاق وعكس هذه الصفة المنفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وفي الحديث الآخر وإذا حدث كذب وإذا عاهد غبر وإذا خاصم فجر وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء قاله ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقكادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم وإنما نصب الصابرين على المتح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم وهو المستعان وعليه التكلام وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارمة وفعل الطاعات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول تعالى كتب عليكم العد في القصاص أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريضة والنبير كانت دم النبير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهروهم فكان إذا قتل النبري القربي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر وإذا قتل القربي النبري قتل وإن فادوه فدوه بمئة وسق من التمر ضعف دية القربي فأمر الله بالعد في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير حدثني عبد الله ابن رهيعة حدثني عطاء ابو دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس بالنفس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والأنثى بالأنثى وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العرب رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس مسألة ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية مائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى ودايود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخي وقتابة والحكب قال البخاري وعلي بن المدين وإبراهيم النخي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن صمرة ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأا لم يجب فيه ديه وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاب بطرفه ففي النفس بطريق الأولى وغلب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية مائدة مسألة قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية مائدة ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافأ دماؤهم وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك ابن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب ابن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر وقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعفاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتاده ومقاتل ابن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذت ديتي بعد استحقاق الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معكن يعني المدافعة وروى الحاكم الحديث سفيان عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتاده وعطاء الخراسان والربيع بن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان نسأله قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لوري الدم أن يعفو على الدية إلا برضى القاتل وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى مسأله وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون وقومه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو من فضلك تابع بقية المادة كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمر بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفو له من أخيه شيء فالعف أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل ممن كان قبلكم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وقد رواه غير واحد عن عمر وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمر بن دينار ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه وقال قتابه ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمر به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية كما قال محمد بن إسحاب عن الحارث بن فضيل عن سفيان ابن أبي العوجاء عن أبي شريح من الخزائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتبى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها رواه أحمد وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله وقوله ولكم في القصاص حيار يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء النهج وصومها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل إن كف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة القتل أنثى للقك فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز ولكم في القصاص حياه قال أبو العالية جعل الله القصاص حياه فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل وكذا روي عن جاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير من وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم اجتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريبة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمر بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علبة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية انترك خيرا وصية للوالدين والأقربين فقال نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور عنه شير عن يونس به ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية من أقربين فأنزل الله آية الميراث فبيّن الميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلثنا للميت وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا ثم قال ابن أبي حاتم ورؤي عن ابن عمر وأبي نوسى وسعيد ابن نوسيب والحسن والمجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير ومحمد ابن سيرين وإكرمة وزيد ابن أسلم والربيع ابن أنس وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الصهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية النواليف ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد قلت وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن عس وقتادة ومقاتل بن حيام ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في استلاحنا المتأخر لأن آية الموايث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عنوم آية الوصاية لأن الأقربين أعم من من يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أما الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخا فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن نجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية الوارث فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعنبي وصيتي والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في نالك حين أخفت بكذلك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك وقوله إن ترك خيرا أيمانا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأب العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثوى كالوراثة ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقر أخبرنا سفيان عن هشان بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوصي قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا وقال أيضا وحدثنا هاروم بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدته يعني بن سليمان عن هشان بن عروة عن أبيه أن علي دخل على رجل من قوله يعوده فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا من وصية إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك وقال الحاكم إن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا وقال قتاده كان يقال ألفا فما فوقها وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرير بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراض بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال فبالشط قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أذنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وروا الإمام أحمد عن أبي سعيد المولى بن هاشم عن زياد بن عطبة بن حنظلة سمعت حنظلة ابن جذين بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم مني بمئة من الإبل كنا نسميها المطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقوله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتنان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجل الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله النوصى إليهم وقوله تعالى فمن خاف من نوص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاق والربيع ابن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباتا أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مغطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فالنوصي والحالة هذه أن نصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل يالله أعلم وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن اليليد بن نزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاع قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرب من صدقة جانف في حياته ما يرب من وصية مجرف عند موته وهكذا رواه أبو بكر بن مرضويه من حبيث العباس بن اليليد به قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه اليليد بن نزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه اليليد بن نسلم عن الأوزاعي فلم جايز به العروة وقال ابن مرضويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمر بن نغيرة عن داود بن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعة بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة وليشتهد هؤلاء في أداء هذا الفرد أكمل مما فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولي شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبنيكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية ولهذا قالها هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن الصوم فيه تسكية من بدم وتضيق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له يجاء ثم بيّن مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لألا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدوبات وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصيم شهر رمضان كما سيأتي ديانه وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن نعاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاة بمزاح وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة خدخلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلومة وروا بن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقر حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل الندينة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم في حديث طويل اغتصر منه ذلك وقال أبو جعفر من الرازي عن الربيع بن أنس عن من حدثه عن ابن عمر قال انزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها قال ابن أبي حاتم ولي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل ابن حيام والربيع بن أنس وعطاء الخواسان نحو ذلك وقال عطاء الخراسان عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم وعني بذلك أهل الكتاب يلي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراسان مثله ثم بيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام قاله ابن سعود وابن عباس ومجاهد وطايوس ومقاتل ابن حيام وغيرهم من السلف ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهي خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لكم كثير وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النظر حدثنا المسعودي حدثنا عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قبل رأى تقلب وجهك في السماء فلم ولينك قبلة ترضاها الآية فوجهه الله إلى مكة هذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بين أنا بين النائم واليقبان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثل حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حالان قال وكان يأتون الصلاة وقد سبقه من النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال فجاء معاد فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد سن لكم معاد فهكذا فاصنعوا فهذه ثلاثة أحوال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليسم فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه من المريض والمسافر وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذا محالان قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا انتنعوا ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمس فجاء إلى أهله فصل العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئ فألقيت نفسي فننت فأصبحت حين أصبحت صائما قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي له وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قال كان عاشوراء يصام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وروا البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما قال معاذ رضي الله عنه كان في اتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين وهكذا روى البخاري عن سلمة بن أكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر وافتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وروا أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال هي منسوخة وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمون قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكين فمن تطوع يقول أطعم مسكين آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق حدثنا روحا حدثنا زكريا ابن إسحاق حدثنا عمر بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكين وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوة وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعة بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصونة ثم ضعف فنخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكين وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المخزون حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخة الأولى إلا الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وأن الشيخ الثاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فنبو أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة فيه قولان بالعلماء أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسمه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فصره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصل في مسنده فقال حدثنا عبد الله ابو معاد حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيودا ابن أبي تميما قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعى ثلاثين مسكينا فأطعمهم ورواه عبد ابن حميد عن روح عن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعماه ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرد إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بصطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفربناه ولله الحمد والمنة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء قال الإمام أحمد بن حمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتابة عن أبي فنيح عن وافلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت الطورات لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان وقد روي من حديث جابر جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لثمتي عشرة خلت من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة والباقي كما تقدم رواه ابن مردويه وأما الصحف والطورات والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رعي من غير وجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالب عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شيال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جلة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم وابن مردوين وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس وفي اللاية اكرم عن ابن عباس قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هاله السماء الدنيا جلة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يحاصمون به إلا جاءه الله بجوابه وذلك قوله وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك من ثبت به فؤادك ورتمناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك للحق وأحسن تفسيرا وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا متح للقرآن الذي أنزله أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبع وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دامة على صحة ما جاء به من الهدى المنافر للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار ابن الغيان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرب وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان قال ابن أبي حاتم وقدروني عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت قلت أبي معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن الندني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف وقد رواب ابنه محمد عند فجعله مرفوعا عن أبي هريرة وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن ذلك وقوله فمن شهد منكم الشهرة اليصوم هذا إنجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين ذخر شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة ونسخت هذه الآية الإداحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه منقوله فمن شهد منكم الشهر فليسر وإنما يضاح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر وهذا القول غريب نقله أبو محمد ابن حز في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم فإنه قد ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر أخرجه صاحب الصحيح الثانية ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر والصحيح والصحيح قول الجنبور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحت لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال فمنا الصائم ومنا المفتر فلم يعب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليه الصيام بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبو الضرباء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ومضار في حر شديد حتى إن كان أحدنا ما يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح الثالثة قال الطائفة منهم الشافع الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذ بالرغصة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمر الأسلمي قال يا رسول الله إني إني كثير الصيام أفأصم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهو في الصحيحي وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر أخرجاه فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه لما جاء في رسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة الرابعة القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق فيه قولان أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع وهذا قول ذنهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائم لأن التتابع إنما وجد في الشهر بضرورة أدائه في الشهر فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صياب أيام عدة ما أفطر ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر قال عاصم يقولها وَلَا وَقَالَ أَتَرَاهُ يُصَلِّي صادقا قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العصر ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة أي إنما أرفص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم وقال ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأببار السذوك وليذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات وقال ابو عباس ما كنا نعرف انقذاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ولماذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم حتى ذهب داوود بن علي الأصبهان الظاهر إلى وجوده في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبر الله على ما هداكم من فضلك تابع بقية المادة وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينه وقول ولعلكم تشكرون أي إذا كنت بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون قال عيد فالما فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن بي إذا أمرتهم أن يدعوني فداعوني استجبت ورواه بن جبير عن محمد بن حميد الرازي عن جبير به ورواه بن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جبير به وقال عبد الرزاق أخبرنا جعف ربو سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية وقال بن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم دعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقف حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عمق راحلته يا عبدالله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحي وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن علي عنه بنحوه وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان ابن داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصلى قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي وانا معه إذا دعان وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا علي ابو إسحاق أنبأ أنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا إسماعيل ابن عبد عبيد الله عن كريمة بنت ابن خشخاش المزنية قالت حدثنا أبو غريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه قلت وهذا تقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داعي ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعمل فارسية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ناجة من حديث جعفر بن ميمون صاحب أنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفع قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبو الزبرقان عن سليمان التيني عن أبي عثمان النهدي به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصان إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وقال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسش أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا المتوبان عن أبيه عن مكهول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامد حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ورواه التروذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارني عن محمد بن يوسف الفياب عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان به وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال الإمام مالك عن ابن شهاد عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا وهذا لفظ البخار رحمه الله وآثابه الجنة وقال وسلم في صحيحه حدثني أبو الطاهب حدثنا ابنه أخبرني معاوية ابن صالح عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحصل عند ذلك ويدعو الدعاء وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي هلال عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عبد بخير ما لم يستعجل قالوا وكيف يستعجل قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وقال الإمام أبو جعفر الطبي في تفسير حدثني يوس ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخ أن يزيد ابن عبد الله ابن قصير حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قال ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تؤخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط قال عروة قلت يا أماه كيف عجلته وقموته قال يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب قال ابن قصير وسمعت سعيدا ابن المسيب يقول فقول عائشة سواء وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة حدثنا بكر بن عمر عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم يؤكيون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل وقال ابن مردويت حدثنا محمد ابن إسحاق ابن أيوب حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي نافع ابن معد كرب ببغداد حدثني ابن أبي نافع ابن معد كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا رب نسألك عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته وهذا حديث غريب من هذا الوجه وروا ابن مردوير من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن ابو يحيا الأزدي ومحمد ابو يحيا القطعي قال حدثنا الحجاج ابن منهان حدثنا صالح المزي عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخملة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيانسي في مسنده حدثنا أبو محمد المليك عن عمر هو ابن شعيد ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة فكان عبد الله ابن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا وقال أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ناجه في سننه حدثنا هشام ابن عمر أخبرنا الوليد ابن مسلم عن إسحاق ابن عبد الله المدني عن عبيد الله ابن أبي مليك عن عبد الله ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد قال عبيد الله ابن أبي مليك سمعت عبد الله ابن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرني وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ناجه عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادم والصائم حتى يفطر ودعوة النظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فمآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في اتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة والرفة هنا هو الجناة قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد ابن جبير وطايوس وسارع ابن عبد الله وعمر ابن بينار والحسن وقتادك والزهري والضحاق وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراسان ومقاتل ابن حيان وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهم وقال الربيع ابن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم وحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط آخر ويماسه ويضاجعه فماسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لأن لا يشق ذلك عليهم ويحرجوا قال الشاعر إذا مضجع فناجدها تداعت فكانت عليه مباسة وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها وإن قيس ابن صرمة الأنصار كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلما حبر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنه فلما انتصف النهار وشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرقوا بها فرحا شديدا ولفظ البخار ها هنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلى العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم الآية وكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيه يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت قال وما صنعت قال إني سولت بنفسي فوقعت على أهلي بعدما منت وأنا أريد الصوم فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل فنزل الكتاب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقال سعيد أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفتروا وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء وإن صلمة بن قيس الأنصار غلبته عيناه بعد صلاة النغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقم حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني بالرفث مجامعة النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفاعيكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتعوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فكان ذلك عفوا من الله ورحمة وقال هشام عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل الدارحة على ما يريد الرجل أهله فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفف إلى نسائكم وهكذا رواه شعبة عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى به وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني نفنى حدثنا سوي أخبرنا ابن المبارك عن أبي لهيعة حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن يالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمس فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نم فقال ما نمتي ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تغتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم الآية وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وإكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمراء بن الخطاب ومن صنع كما صنع وفي صرمة ابن قيس فأباح الجناع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عطبة ومقافر بن حيان والحسن البصري والبحاك وقتابة وغيرهم يعني الولد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجناع وقال عمر بن مالك الدكري عن أبو الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر رواه بن أبي حاتل وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا مع مرقال قال قتادته ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينه عن عمر بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم قال أيتهما شئت عليك بالكراءة الأولى واختار أبو جرير أن الآية أعمل هذا كله من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير نياصر قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى وكلوا يشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجس ثم أكموا الصيام إلى الليل قيله وكلوا يشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجناع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواب الليل وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع النبس بقوله من الفجر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري حدثني ابن أبي مريم حدثنا أبو غصان محمد بن طرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت انزلت وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أننا يعني الليل والنهار وقال الإمام أحمد حدثنا هشام أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني علي المحاكم قال لما نزلت هذه الآية وكنوا يشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحد بما أسود والآخر أبيض قال فجعلت بما تحت لسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين بي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت ردلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن لسادك إذا لعريب إنما ذلك بواب النهال من سواب الليل أخرجاه في الصحيحين من ذلك وجه عن عدو ومعنى قوله إن لسادك إذا لعريب أي إن كان ليسع الخيطين الخيط الأسود والأبيض المرابين من هذه الآية تحتها فإنهما ضياب النهار وسواب الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريب إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريب قفى ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا بأنه إذا كان مساده عريبا فقفاه أيضا عريب والله أعلم ويفسره رواية البخاري أيضا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي ابن حات من قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك لعريب قفى إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وضواد النهار وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على باب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحف على السحور ففي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركه وفي صحيح مسلم عن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلتوا السحور وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق ابن عيسى هو ابن الطباع حدثنا عبد الرحمن ابن زيد عن أبيه عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركه فلا يتدعوه ولئن أحدكم تجرع جرعتنا فإن الله وملائكته يسلون على المتسحرين وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة منا تشبه بالآكلين ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاءت الصحيحين عن أنس بنالك عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أنا قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قبر خمسين آية وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عبي بن حاتم الحمش عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والنماجة من رواية حماد بن سلم عن عاصم ابن ذهدرة عن زيد بن حبيش عن حبيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس من تطلع وهي حديث تفرد به عاصم ابن النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أي قاربنا انقضاء العدة فإنا إنساكم بمعروف أي تركوا من فراق وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر حتى أن بعضهم ظن طلوع وبعضهم لم يتحقق ذلك وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحون في الصحور عند مقاربة الفجر روي مثل هذا عن أبي ذكر وعمر وعلي وابن سعود وحديثة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي ابن حسين وأبو نجلز وإبراهيم النخيب وأبو الدحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن سعود وعطاء والحسن والحاكم بن عيينة ومجاهد وعلة بن الزبيب وأبو الشعثاء جابر بن زيد وإليه ذهب الأعمش وجابر بن راشد وقد حررنا أساميد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد وحكى أبو جعفر بن جريل في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجد الإنساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغربها قلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه من خالفته نفس القرآن في قوله وكنوا يشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم أذان ديال عن سحوركم فإنه يناد ديال فقلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوب فإنه لا يؤذن حتى يطوع الفجر نفض البخاري وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر ورواه الترمذي ولفظهما كنوا واشربوا ولا يهيد لكم الساطع المصعد فكنوا واشربوا حتى يعترب لكم الأحمر وقال ابن جريب حدثنا محمد بن المثنة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن شيخ من بل كشير سمعت سمرة بن جند بن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغر لكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينتجر الفجر أو يطلع الفجر ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سياد بن حنظلة عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان ديال ولا الفجر المستطين ولكن له الفجر المستطير في القفل قال وحدثني عقوب بن إبراهيم ابن علبة عن عبد الله بن سولة القشير عن أبيه عن سمرة بن جند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغر أنكم أذان ديال ولا هذا البياض لعمود الصده حتى يستطير رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علبة نكبه سواء وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا ابن المدارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال فإن بلال يؤذر بلال أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا ورواه من وجه آخر عن التيمي به وحدثني الحسن بن زبرقان النخعي حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارف بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا وإنما هو المستطير الذي يأخذ القفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام وهذا مرسل جيد وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن ذريج عن عطاء سمعت ابن عباس يقول هما فجران فأما الذي يستع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي يستمير على رؤوس الجبان هو الذي يحرم الشراب وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعا في السماء وستوعه أن يذهب في السماء فولا فإنه لا يحرم به شراب للصائب ولا صلاة ولا يفوت به الحج ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبان حرم الشراب للصيام وفات الحج وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء وهكذا رؤي عن غير واحد من السلف رحمه الله مسألة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإذاحة الجماع والطعام والشراب من أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجنبور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ذنبا من جماع غير احتوام ثم يغتسل ويصوم وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفتر ولا يقضي وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم من الله وأعلمكم بما أتقي فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن نعمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال إذا لودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم ذنب فلا يصل يومئذ فإنه حبيث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفع فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري ومنهم من ذهب إلى التفرقة بينا أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلم أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة يحكى هذا عن عروة وطاوس والحسن ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه وأما النسل فلا يضر رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلم ولكن لا تاريخ معه وابدع ابن حزن أنه منسوق بهذه الآية وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلم أدى الليل على الجواز وهذا المسلق أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم ثم أتم الصيام إلى الليل يقتض الإفطار عند غروب الشمس حطما شرعيا كما جاءت الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأجبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائب وعن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر أخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن يسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطر ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به وقال هذا حديث حسن غريب وقال أحمد أيضا حدثنا عفتان حدثنا عبيد الله بن إياد سمعت إياد ابن لقيب سمعت ليلة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله سل الله عليه وسلم نها وقال وقال يفعل ذلك النصار ولكن سوموا كما أمركم الله ثم أكموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا ولهذا وردت الأحاديث الصحيحة النهي عن المصال وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني قال فلم ينتهوا عن المصال فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلتين ثم رأى الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنك لهم وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به وكذلك أخرجا النهي عن المصال من حديث أنس وابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصال رحمة لهم فقالوا إنك توافق قال إني لست كهيئتكم إني يطعم من رب ويسقي فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعام والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لاحسية وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسين ولكن كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكرات تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزادي وأما من أحب أن يمسك لعد غريب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فلواصل إلى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي نطعم نطعم وساكن يسكن أخرجاه في الصحيحين أيضا وقال أبو جليل حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو إسرائيل العنف عن أبي بكر بن حفص عن أم يلد حاط بن أبي دلتعه أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتصحر فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائمة قال وكيف تسونين فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من مصال آل محمد من السحر إلى السحر وقال وقال الإيمان أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عبد عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر وقد روى ابن جبير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلون له عبادة والله أعلم ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشنون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوية عليه وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفترون على السن والصبر لأن لا تتخرق الأنعاء بالطعام أولا وقد ري عن ابن الزبير أنه كان يواسل سبعة أيام ويسبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم وقال أبو العالية إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل وقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه وقال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فقال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية قال ابن أبي حاتم قولي عن ابن مسعود ومحمد ابن كع ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسبي والربيع ابن أنس ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف وحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحمله أن يثبت فيه إلا بالإقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو معر في طريقه ومن اعتكاف أحكام مفصلة في بابها منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد والمن ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداءا بالقرآن العظيم فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام كما ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكك العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفي الصحيحين أن صفية بنت حوي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها وكان ذلك ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبنغ دارها وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة فلما كان ببعض الطريب نقيه رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا وفي رواية تواريا أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكيوم أهله معه فقال لهما صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حوي أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حوي أي زوجتي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا قال الشافعي رحمه الله أراد عليه السلام أن نعلم أمته التدري من التهمة في محلها لألا يقعا في محذور وهما كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله أعلم ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجناع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطات الشيء ونحوه فلا بأس به فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني إلي رأسه فأرجله وأنا حائط وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مار وقول تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكام وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته وعخصه وعزائمه حدود الله أي شرعها الله وبيّنها بنفسه فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها وكان الضحاق ومقاتل يقولان في قول تلك حدود الله أي المداشرة في الاعتكاف من فضلك تابع بقية المادة وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ أخل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتنه الصيام إلى الليل قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويقلونه علينا كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوس رحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثل وأنتم تعلمون قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام وكذار عن مجاهد وسعيد بن جبي وإكرمة والحسن وقتادة والسبي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم وقد وردت الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتي من خصم فلعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو منزم في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر فذات وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتام وزره ولهذا قال تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذْنُوا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترويجونه في كلامكم قال قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطئ ويصيب واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل المحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال العوفي عن ابن عباس سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبو العالية بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم وكذا روي عن عطاء والضحاة وقتادة والسد والربيع ابن أنس نحن ذلك وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز ابن أبي داويت عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطئوا لرؤيته فإن أم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريفا نسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة فإذا رأيتم من هلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن أغني عليكم فأكملوا عدة ثلاثين وكذا رؤيا من حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال البخاري حدثنا عبيد الله بن نوسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهر فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وكذا رواه أبو داود التيانسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من تفرهم لم يدخل الرجل من كبل بابه فنزلت هذه الآية وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر كانت قريش تدعي الحمص وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب فقال له ما حملك على ما صنعت قال رأيتك فعلته ففعلتك ما فعلت فقال إني أحمد قال له فإن ديني ودينة فأنزل الله وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها رواه بن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدن والربيع بن أنس وقال الحسن البصري كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدى له بعد خروجه أن يقينا ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتصوره من كبر ظهره فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتو بيوت من ظهورها الآية وقال محمد بن كعب كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله هذه الآية وقال عطاء أبي رباح كان أهل يفرد إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر فقال الله وليس البر بأن تأتو بيوت من ظهورها ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي اتقوا الله فاسعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون ذدا إذا وقفتم بين يدي فيجازيكم على التمان والكمان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن يقاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال أبو جعفر من الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبو العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويقف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءه وكذا قال عبد الرحمن ابن زيه ابن أسلم حتى قال هذه منسوخة بقوله فاقتل المشركين حيث وجدتموه وفي هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما هنتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري من المفلة والغلوم وقتل النساء والصديان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامة وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر ابن عبد العزيز ومقاتل ابن حيان وغيرهم ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغذوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغذوا ولا تغنوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامة رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اغذوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغنوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامة رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصديان وقال الإمام أحمد حدثنا مصعد ابن سلام حدثنا الأجلح عن قيس ابن أبي مسلم عن ربعي ابن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وصلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مجتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل ولهذا قال والفتنة أشد من القتل قال أبو مالك أيما أنتم مكيمون عليه أكبر من القتل وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن ذبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعة هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعدد شجره ولا يغتلى خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح نكة فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقيلت حتى يقاتليكم فيه فإن يقاتليكم فقتليهم كذلك جزاء الكافرين يقول تعالى ولا تقاتليهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم ذو القتال فيه فلكم حيوئذ القتالهم وقتلهم دفعا للصائل كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديدية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطين قريش ومن والاه من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل نكة من بعد أن أثركم عليهم وقال ولينا رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيدكم منهم معرة فتصيدكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقال وقال فإن انتهوا فإن الله غفور الرحيم أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاه والحسن وقتاد والربيع ومقاتل ابن حيان والسدي وزيد ابن أسلم ويقول الدين لله أي يقول دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني بناءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين يقول تعالى فإن انتهوا عماهم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن تهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة كقوله فمن اعتبى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتبى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله وزاد عثمان بن صالح عن ابن يهب أخبرني سلام وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحد عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس الإيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحد الضيط قالوا يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فأقنعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمكب اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قال اكرمة عن ابن عباس والضحاة والسدي وقتاده ومقسم والربيع ابن أنس وعطاء وغيرهم لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمنعه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليس بن سع عن أبي الزبير عن جابر بعبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزوا فإذا حضره أقام حتى ينسلخ هذا إسناد صحيح ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيل بالحديبية أن عثمان قتل وكان وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان وكذلك لما فرغ من قتال هواز اليوم وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بل منجنيق واستمر عليها إلى كمان أربعين ويوم كما ثبتت الصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حني وكانت عمرته هذه في ذا القعدة أيضا عام ثماني صلوات الله وسلامه عليه وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنفس ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بنفس ما عقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة نسلها وروا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنسب ما اعتدى عليكم نزلت بنكة حيث لا شيقة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة وقد رب هذا القول بن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة وأنفقوا في سبيل الله ولا فلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا النظر أخبرنا شعبة عن سليمان سمعت أباوائه عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة ورواه ابن أبي حاكم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله قال وروا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبيب وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسبي ومقاتل بن حيام نحو ذلك وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدي حتى خرقه ومعنا أبي أيوب الأنصار فقال ناس ألقى بيده إلى التهلقة فقال أبي نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل إسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل إسلام وكثر أهلك وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهنا فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلقة فكانت التهلقة في الإقامة في الأهل والمال وفرق الجهاد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد ابن حميد في تفسيره وابن أبي حاكم وابن جمير وابن مردوين والحافظ أبي يعلى في مسنده وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد ابن أبي حبيب به وقال الترمذي حسن صحيح غريب وقال الحاكم على سرط الشيخين ولم يخرجاه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية بالكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير ولفظ أبي داوود عن أسلم أبي عمران كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامب وعلى أهل الشام رجل يزيد بن فضالة ابن عبي فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصفتنا لها فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيجبه إلى التهلكة فقال أبو أيوه يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأوين وإنما نزلت فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصره كنا فيما بيننا لو أقبلنا على أروابنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل من براء بن عاذب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة قال لا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة رواه بن عربوي وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الترموذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن التهلكة ولا يتوب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاد عن أبي بكر بن نمير ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عبد الرحمن الأسود ابن عبد يغوث أخبرهم أنه حاصر بنشق فانطلق رجل من أزد شنوء فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمر بن العاص فأرسل إليه عمر فرده وقال عمر قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال عطاء ابو السائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة قال حماد ابو سلم عن ذاود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخ وقال سماك بن حرب عن المعمان ابن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفرني فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إلا الله يحب المحسنين رواه بن مردوي وقال ابن أبي حاكم ورؤي عن عبيدة السماني والحسن وابن سيرون وأبي قلابة نحو ذلك يعني نحو قول النعمان ابن بشير أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فينقى بيده إلى التهلكة أي يستكفر من الذنوب فيهلك ولهذا روا علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله وقال ابن أبي حاتم وابن جميعا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخ عن القربي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل ذادا من آخر أنفق البائس من ذاده حتى لا يبقى من ذاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وبه قال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعنف يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المش وقال لمن بيد بفضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ونبليون الآية أن أمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وضوه القربات وضوه الطاعات وخاصة صرف الأنوال في كتار الأعداء وبذبها فيما يقوى به المسلمون على عديهم والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار من من لزمه واعتابه ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاع فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة كمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نشك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعورة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإكمال الحج والعورة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال فإن أحصرتم أي صددتم عن اليصور إلى البيت ومنعتم من إكمالهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعورة منزل سواء القيل بيذوب العورة أو باستحبابها كما هما قولان من علماء وقد ذكرناهما بدلائرهما في كتابنا الأحكام مستقصا ولله الحمد والمنا وقال شعبة عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلم عن علي أنه قال في هذه الآية وأكم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك وكذا قال ابن عباس وسعيد ابن زبير وطاووس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية اقنامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حجشت أو اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لذلك وقال مكهول إتمامهما إن شاءهما جميعا من الميقات وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله وأتمي الحج والعمرة لله من تمامنا أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات وقال هشار عن ابن عون سمعت القاسم ابن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة فقيل له فالعمرة في المحرم قال كانوا يرونها تامة وكذا يريع قتادة بيدعامة رحمه الله وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله سل الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذا القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذا القعدة سنة سبع وعمرة الجعران في ذا القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذا القعدة سنة عشر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ولكن قال لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة وقال علي أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأتم الحج والعمرة لله يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى حتى يتنهما تمام الحج يوم النح إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفى والمروة فقد حل وقال كتابة عن زرارة عن ابن عباس أنه قال الحج عرف والعمرة الطواف وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وقرأ الشعبي وأتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست دواجدة ورؤي عنه خلاف ذلك وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هج فليهل بحج وعمرة وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم فياما وقد رأى الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في سبب وزول هذه الآية حديثا غريبا فقال حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عبدالله الهروي حدثنا غسام الهروي حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبه فقال كيف تأمر يا رسول الله في عمرتي قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة فقال ها أنا ذا فقال له ألقي عنك ثيابك ثم اغتسم واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صامعا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا حديث غريب وسياق عجيب والذي وردت الصحيحين عن نعنى بالأمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جدة وخلوق فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل فقال ها أنا ذا فقال أما الزبط فنزعها وأما الطيب الذي بك فاخصد ثم ما كنت صامعا في حجك فاصنعه في عمرتك ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق ولا ذكر نزول هذه الآية وهو عن يعنى بي أمية لا صفوال بي أمية فالله أعلم وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ذكروا أن هذه آية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها وأنزل له مخصة أن يدبحوا ما معهم من الهد وكان سبعين بدنه وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحملوا من إحرامهم فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحملوا فلم يفعلوا انتظارا من نسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس وكان منه من قصر رأسه ولم يحلق فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله فقال في الثالثة والمقصرين وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه وكانوا ألفا وأربعمائة وكان منزله بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غير على قوليه فقال فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقر حدثنا سفيان عن عمر ابن بينار عن ابن عباس وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجأ أو ضلال فليس عليه شيء إنما قال الله تعالى فإذا أميتم فليس محمد حصر قال ورئي عن ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطيق أو نحو ذلك قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا حجاج ابن الصوار عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج ابن عمر الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو يجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى ابن أبي كثير به وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه ورواه ورواه أبن أبي حاكم عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به في المقام ورواه عن ابن سعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير ومجاهب ومخعي وعطائل ومقاتل ابن حيام أنهم قالوا أن إحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري أن إحصار من كل شيء آذا وفبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة واشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صح ومن الله الحمد وقال فما استيسر من الهدي قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقوم فما استيسر من الهدي شاه وقال ابن عباس الهدي من الأزواج الثمامية من الإدن والبقر والمعز والضع وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه وكذا قال عطاء ومجاهد وطايوس وأب العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والدحار ومقاطر بن حيام وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأرضعة وقال أبو أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو خالد من الأحمر عن يحي بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهد إلا من الإبل والبقر قال ورعي عن سامن والقاسم وعروة بن الزبير وسعير بن جبير نحو ذلك قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحليبية فإنه لم يأنقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحوله ذلك شاتا وإنما ذبح الأبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأبل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاويوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهد قال بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الإذن وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم وقال هشار بن حروة عن أبيه فما استيسر من الهد قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجنهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشات في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهد أي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيلة الأنعام وهي الإذن والبقر والغمن كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقوله ولا تحيقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدن وحن معطوف على قوله وأتم الحج والعورة لله وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد كما زعله ابن جليلا رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآصحابه عاما حديدية مما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فأما في حال أمي الوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدن حل ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسط قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهان سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقم ليتنافو على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاكم قلت ما قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت فيي خاصة وهي لكم عامة وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بأبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقب تحت قبر والقم ليتنافر على وجهه أو قال حاجبي فقال يؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلق وصل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيك قال قال أيوب لا أدري بأي بذن بدأ وقال أحمد أيضا حدثنا هشام حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديدية ونحن محرمون وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام متساقط على وجهي فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أذيك هوام رأسك فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو مسك وكذا رواه عثمان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحو ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة كيقول فذبحت شاة ورواه ورواه بن مردوي ورواه أيضا من حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسك شات والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس ابن عبد أعلى أخبرنا عبد الله بن واحد أن مالك ابن أنس حدثه عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآباه الأمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صل ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ندير الدير لكل إنسان أو أنس شات أي ذا لك فعلت أجزأ عنك وهكذا روى ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو سك قال إذا كان أو فأيّة أخذت أجزاء عنك قال ابن أبي حات وهي عن مجاهد وعكرنة وعطاء وطاوس والحسن وحليد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاة نحو ذلك قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخيل في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آسع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذب حشات وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزاء ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فانأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو سك ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال أنسك شاء أو أطعم ستة مساكين أو ثم ثلاثة أيام فكل حسن في مقام ولله الحمد والمن من فضلك تابع بقية الماد وقال 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 ابن جرير حدثنا أبو كري حدثنا أبو بكر بن عياش قال ذكر أعمش قال ألا إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأجابه بقوله يحكم عليه طعام فإن كان عنده اشترى شاة وإن لن يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق وإن لا صام بكل نصف صاع يوم قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه قال قلت هذا إبراهيم فقال ما أظرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لإبراهيم قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها وقال ابن جبير أيضا حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله ابن معاذ عن أبيه عن أشعة عن الحسن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء والصيام عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين كل مسكين مكوكين مكوكا من تمر ومكوكا من بر ومسك شاه وقال قتابه عن الحسن وإكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إطعام عشرة مساكين وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وإكرمة قولان غريبان فيهما نظر لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة أو إطعام ستة مساكين أو يسك شاه وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قطف الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذا والله أعلم وقال هشام أخبرنا ليس عن طايوس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبنكة وما كان من صيام فحيث شاء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن وقال هشام أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبنكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء وقال هشام أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال حج أثنان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل أثنان قال أبو أسماء وكنت مع بن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه فقال فقلت أيها النائم فاستيقظ فإذا حسين بن علي قال فحمله بن جعفر حتى أتينا به السقيا قال فأرسل إلي علي ومعه أسماء بنت عميس قال فمرضناه نحو من عشرين ليلة قال قال علي للحسين من نذي تجد قال فأومأ بيده إلى رأسه قال فأمر به علي فحلق رأسه ثم دعا ببدمة فنحرها فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة وإن كانت عن التحلل فواضح وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم تمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح فإن من الريات من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول قرن ولا خلاف أنه ساق هديا وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليذبح ما قبر عليه من الهدي وأقله شاه وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وقال الأوزاعي عن يحي ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكنا متمتعات رواه أبي بكر بن مردوي وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران بن خصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن يقعد بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يقول تعالى فمن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر قاله عطاء أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج ومنهم من جوز صيامها من أول شيوال قاله طاووس ومجاهد وغير واحد وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباكر والربيع ومقاتل بن حيام وقال العوف عن ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صيمه وسبعة إذا رجع إلى أهله وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا فلوما يصومها أو بعدها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق فيه قولان للعلماء وهما للإيمان الشافعي أيضا القديم هما أنه يجوز له سيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لا يجد الهد وهكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد رويا من غير وجه عن هما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول من فاته صيام ثلاثة أيام في الحد صامه لأيام التشريع وبهذا يقول عبيد بن عمير الليف عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير وإنما قالوا ذلك لعموم قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج والجديد من القوله أنه لا يجوز صيامها أيام التشريع لما رياه مسلم عن قتيبة الهذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريع أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وقوله وسبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم ولهذا قال مجاهد هي نخصة إذا شاء صامها في الطريق وكذا قال عطاؤه أبي رباح والقوم الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحي بن سعيد عن ثاليم سمعت ابن عمر قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجع إلى أهله وكذا روي عن سعيد بن جبيب وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع وقد قال البخاري حدثنا يحي بن بكير حدثنا الليث عن عقيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال تنتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهد ومنه من لم يهد فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإن نبي لا يحل لشيء حرن منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليقف بالبيت وبالصفى والمروة واليقصر واليحل ثم يهل بالحج فمن لم يجد هديا فليسم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر تمام الحديث قال الزهري وأخبرني عروته عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به وقوله تلك عشرة كاملة فين تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحي وقال ولا تخطب بيمينك وقال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم منيقات ربه أربعين ليلة وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإكمالها اختاره ابن جمير وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي قال هشام عن عباب ابن راشد عن الحسن البصري في قيله تلك عشرة كاملة قال من الهدي وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ابن جريم واختلف أهل التأوير في من عنا بقوله من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجناع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان هو الثوري قال قال ابن عباس هم أهل الحرم وكذا رأى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه وقال قتابه ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طايوس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم وكذا قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طايوس وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيد كما قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عطائه قال من كان أهله دون المواقيد فهو كأهل مكة لا يتمتع وقال عبد الله ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر عن مكهول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات وقال ابن جريج عن عطائه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع وقال عبد الرزاق حدثنا معمر سمعت الزهرية يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تنتع وفي رواية عنه اليوم واليومين واختار ابن جريج في ذلك مذهب الشافعي الذي أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم وقول واتقوا الله أي فينا أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاب التقوى والتقوين يا أول الألباب اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر المعلومات فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر المعلومات فعلى هذا التقدير يقول الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبا وإسحاق بن راهوي وبه يقول إبراهون المخعي والثوري والليس المسع واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبأنه أحد المسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمره فيه قولان عنه والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاويس ومجاهد رحمه الله والدمير عليه قوله الحج أشهر معلومات وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه اللحاة وهي أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من دين سائر شهور السنة فذل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا مصل ابن خالب عن ابن جريج أخبرني عمر ابن عطاء عن عكلمة عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى إبنالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه ابن مرضوير في تفسير من طريقين عن حجاج بن أرطاء عن الحاكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال من السلة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقال ابن حزيم في صحيحه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سلة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج وهذا إسناد صحيح وقول الصحابي من السمة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين ولا فيما قول ابن عباس تفسيرا من قرآن وهو ترجمانه وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مرضويد حدثنا عبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن ابو المثنى حدثنا أبو حزيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وإسناده لا بأس به لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وهذا الميقوف أصح وأثبت من المرفوع ويبقى حينئذ نذهب صحابي متقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره والله أعلم وقوله أشهر معلومات قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذل قعدة وعشر من ذي الحج وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه بن جريج الموصولة حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي زغرة حدثنا أبو معين حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الحج أشهر معلومات قال شوال وذل قعدة وعشر من ذي الحج إسناد صحيح وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه عن الأصم عن الحكم بن علي بن عفان عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين قلت وهو مري عن عمر وعبي وابن سعود وعبد الله بن زبي وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكهور وقتادة والضحاك بن مزاح والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي سير رحمهم الله واختار هذا القول ابن جمير قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم وقال الإمام مارك بن أنس والشافعي في القديم هي شيوان وذي القعدة وذي الحجة بكمانه وهو رواية عن ابن عمر أيضا قال ابن جرير حدثنا أحمد ابن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوان وذي القعدة وذي الحجة وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبد أعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج قال قلت نوافع أسمع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج قال نعم كان عبد الله يسمي شيوانا وذي القعدة وذي الحجة قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاد وعطاء وجابر ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج وقد خطي هذا أيضا عن طاويس ومجاهد وعروة ابن الزبير والربيع ابن أنس وقتادته وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موجوع رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حسين ابن مخارب وهو متهم بالوضع عن يونس ابن عبيب عن شهر ابن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات شوان وذن قعدة يد الحج وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحج بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحج لا أنه يصح الحج بعد ليلة النح قال ابن أبي حات حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبي معاوية عن أعمش عن قيس بن نصم عن طارق بن شهاد قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح قال ابن جرير وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شيوال وذو القعد وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد القضاء بانقضاء أيام منا كما قال محمد بوسيم ما أحد من أهل العين يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج وقال ابن عود سألت القاسم ابن محمد عن عمرة في أشهر الحج فقال كان لا يرينها تامة قلت وقثبت عن عمرة وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يخبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج يالله أعلم من فضلك تابع بقية المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر